زيكو حبيبي عامل ايه ملخص سريع وتسريب مؤكد لأحداث حلقة 85 من مسلسل كريستان تعالوا النهاردة نشوف لأن الأحداث قوية جدا في الحلقات النهائية من المسلسل بعد اعتراف أم إبراهيم وهي على فراش الموت لعليا بحقيقة أبوها وأن أبوها مش جمال قرم أم إبراهيم كانت على فراش الموت وقالت للنديم أنه لازم يتصل حالا بعليا قرم لأنها عايزها عليا اللي كانت منهارة بعد الفضيحة اللي حصل جرائد اللي كتبت والتواصل الاجتماعي اللي بيكتب في الفضيحة بين عليا ونديم كانت منهارة ومش طيقة أصلا أنها تسمع صوته كلمها وقال لها أنها لازم تيجي هذا العنوان ده عليا رحت على طول علشان تشوف إيه بالزبط الموضوع وبتتفاجئ بأم إبراهيم اللي قالت لها على أن أبوها مش جمال قرم أبوها هو بشير وأن هي عارفة القصة من زمان جدا وأن هي عارفة رحاب أمها وبشير أبوها وأنهما كانوا مع بعض يعني فترة كان بينهم علاقة وخلفوها وبعد كده كان جمال قرم مش بيخلف هو وزوجته ليلة أخدوها علشان خاطر يربوها وطبعا كتبوها باسمهم ورحاب قررت أن هي تشتغل في الأسرة علشان خاطر تكون جنب بنتها وأن بشير هو أبوها الحقيق صدمت عليها لما بتعرف أن جمال قرم مش أبوها وما تعرفش أصلا من بشير وحتكون صدمتها أقوى لما تعرف أن أمها قترت أبوها أصلا بتنهار طبعا وفي البداية طبعا مش بتصدق ونديم بيديها بسحتها بعد ما بتتدخل حالتها النفسية وبتكون متضايقة كتير ومش بيصدق الكلام لكن نديم بيأكد لها أن أم إبراهيم مش بتكذب أبدا وأن كلامها اللي قالته أكيد بجد وصح بينما في اللي قررت ترجع تاني لمجال التصميم قبلت نديم عزيزي مقلمته قد إيه أن هي بتعرف تصميم كويس جدا نديم كمان منحها أن هي تروح وتصميم ومنحها فرصة أن هي تعمل تصميم وتوريله علشان كده قررت فيه فعلا أن هي تروح وتصميم وترسم لكن للأسف كل ما ترسم كانت دايما بتقطع الورق مش راضي أبدا على التصميم بتاعها كانت حاسة أن هي مش فوعيها تماما وأن الإبداع بتاعها رايح بسبب تفكيرها في جواد طول الوقت المصيبة تانية على راس فيه والمصيبة دي هي أن عالية بتروح بتعمل تحليل الـ DNI علشان تهرف إذا كان جمال كارا وأبوها ولا لا وساعتها طبعا بيكون النتيجة صفر في المية تطبق علشان كده بتنهار وبتفضل تبكي بتتكلم مع نديم وبتقوله أن هي هتفتح تحليل الـ DNI دلوقتي كانت لسه ما فتحتوش فهي بتسمعها وبتفكر أن هي بتتكلم عن تحليل الـ DNI بتاع طفلها وأنها بتتكلم يعني مع دكتور جواد وأن هما بيخططوا من ورها حاجة فيه نهارت راحت على طول سألت علي بتعمل قوي بتتكلمه فيه أنت وجواد وعايزين إيه مني ساعتها كانوا وقفين لتنع السلم وعالية كان عندها حالة من الهلع كانت مصدومة طبعا لما عرفت أن تحليل الـ DNI بيباين أن جمال كارا مش أبوها أبدا عشان كده أصبع أنها بتزوء فيه على السلم فيه بتجهد طفلها على طول جواد بيشيلها بيوديها على المستشفى فيه منهارة مش عايزة تخسر جنينها لكن بتجهد طفلها بتكون في حالة انهيار وبتتهم علي بدأ وعالية بتكون أصلا منهارة بعد ما عرفت أن جمال كارا مش أبوها وبتكون في حالة ضعف جديدة وندا بتتخانق مع علي في المستشفى وجواد بيش مستوعب أبدا اللي بيحصلتها وبتكون صدمة قوية جدا لفي بعد إجهد طفلها بتبدأ تتغير وتقلب تاني على علي اشتركوا في القناة